خلينا يعني إيه نمشي كده واحدة واحدة من المطبعة لعمليات التجميل لعمليات القلب المفتوح يعني إيه إيه اللي حصل بك؟ كيف استقبلت عمليات القلب المفتوح؟ بص حريك أنا القصة دي بدأت عندي من فيلم الحبيب المجهول ليلة مراد وحسن صدقي وكمال الشناوي أنا شفت الفيلم بعد كده رحت للأرشيف يعني المسألة بدأت العكس إيه قصة الفيلم ده؟ الفيلم إن ليلة مراد بتتعب في قلبها فبيعملولها عمالية قلب مفتوح كويس؟ فالعملية اللي بتعملها وساعتها كان يعني المسألة لحما somewhere أنا جايبها عمليات قلب ما كانش بتقلبها قلب مفتوح ما كانش بتقلب يعني كان عمليات زرع قلب و أنا يمكن جايب الصورة في نفس توقيت الفيلم ويمكن بعده بشوية كمان الفكرة إن ليلة مراد عملت العملية دي فكانت بتحب حسين صدقي في الفيلم آه في الفيلم آه وكاسمها ليلة في الفيلم وحسين صدقي اسمه حسين يعني الموضوع كان بسيط فطلعها بتحب حسين صدق الفين وتجوزها بس هو تجوزها عشان يعملها العملية عشان هي مريضة بس هي ما تعرفش وهو دكتور وهو دكتور ومش عايز يقول لأهلها على المسألة دي فقرر انه يتجوزها فياخده يبقى هو صاحب القرار فعمل العملية فعمل العملية بعد العملية ما بيتش تحبه فظن ان المسألة لها علاقة بالقلب اللي عمله وعملية القلب اللي عملها هي السبب وبقى بتحب كمال الشناوي فدخل عليهم لقاها كمال الشناوي بيحضنها قال لك بس واضح انه خلاص العملية اللي عملتها دي بازت لانه هو خد قلب واحدة كانت بتحب كمال الشناوي الغريبة اننا لما عملت سرش النهاردة لقيت النهاردة سكاينيوز منزلة تقرير عن فكرة هل ده بي غير مشاعر ولا لا لقيت ان بي بي سي في 2014 طرحت السؤال ده هل بي غير مشاعر ولا لا فطلع ان المسألة جدلية لحد الوقتي مش بس على مستوى حصين صدقي وليلة مراد هنا دي مصر في الوقت ده كانت يوميا الصفحة الاولى في خبر عن مسألة زرع القلب احنا هنا دي سنة كم في الستينات احنا بنتكلم في 68 وكانت الوقت ده بقى ابتدت العملية تبقى رائجة شوية مش رائجة بالنسبة لدلوقتي رائجة بالنسبة لوقتها يعني ان بقى الخبر موجود كل يوم وبقىنا بنتابعه لان في نصف مصر عايز تعمل عملية وخايفة معلش رجعلي للصورة اللي قبل كده لو سمحت زرع قلب سيدة للرجل الذي عاشه يومين بقلب بلاستيك كان الاختراع فكرة قلب بلاستيك بيتحط مؤقتا مكان القلب عشان يعني يضمن استمرارة الحياة وهنا في تيكساس اللي اتعامت العملية دي وكانت الاهرام نشر الخبر ده في الصفحة الاولى عشان كمان خد بالحركة انه هل هتاخد من مشاعر الراجل يعني هل هترشن بعد العملية وده كان بيتطرح تحقيقات صحفي كتير للمسألة دي واستغربت انها مستمرة لحد الوقت يعني انا كنت فاكر الموضوع انتهى السورة اللي بعدها نجحت عملية استخدام قلب الصناعي اللي هو بقى اللي كانوا بكلموا عليه من شوالي في تيكساس دي طباء في امريكا نقلوا قلبا من بلاستيك لجسم مريض وعاش فتر وكانت دي بداية يعني فكرة بقى الفتح الطبي الكبير اللي في العملية دي في نفس التوقيت ده كان بتعمل مؤتمرات كتير جدا حوالين ده حلاله ولا حرام ده لو جي مصر هتوافق انك تعمله ولا لأ وافرض انت بتحب حد هتكره وانت عارف هتاخد قلب بين مين فالمسألة دي يمكن صلاح جهين هنا بقى في 69 كملت بقى المسألة وبيتريق على عملية نقل القلب البلاستيك لان احنا عادنا تقريبا سنة او سنتين في مسألة القلب البلاستيك دي مكسفة جدا في العمليات فهو قالت له خلصك يا دكتور في امريكا يركبوا قلب بلاستيك احنا لسه بالقلوب الدهب الدهب ده سنة 69 اه يعني يبدو انه كان الترند ساعتها كان الترند وترند طويل يعني الترند مش مكانش مقتصر على الفترة القصيرة ده بقى توثيق للعلاقة اللي حصلت ده هنلاقي تسع وستين برضو ده مؤتمر تعمل على مستوى العالم في مشايخ كبار على مستوى العالم كان منهم مشايخ جزالي بمناسبة ودكاتور كبار على مستوى العالم بيشرحوا للناس اهمية العمليات اللي هي علاقة اللي احنا بنساهمين لوقت زراعة الاعضاء او ناق لغاية الان في جدل كبير على مسألة زراعة الاعضاء ده خالبا ده الجدل ده سنة 69 الحقيقة لو مؤرد التحقيق المشايخ كانوا متفتعين عند الوقت يعني لقيت مشايخ شايفين انه طالما الحاجات للضرورة ايه المشكلة وانه مثلا القارنية كانت لسه جديدة ساعتها فالدكاتورة بعد مشارحوا للمشايخ الاهمية ده فوافقوا على انه ايه المشكلة انه يتاخد حاجة من شخص مات بينما احنا لسه بنتناقش فيها لحد دلوقتي كانها لسه صحيح لسه جديدة خالصة خلش وكنت متخيل انه ده مناقشة جديدة اكتشفت انت ساعة 60 ان المؤتمر ده كان بيتكلموا على القلب وعلى العين وعلى كل التفاصيل اللي احنا لسه بنتناقش فيها دلوقتي اذا كان حلال ولا حرام والاغرب انه هما بعد المؤتمر ده اغلب المشايخ اتفقوا على انه حلال هو ايه الحرام اللي فيها شخص مات بس الاتفاق ده مستمرش لا ما هو ما اتلعتش فاته ورسمية هي كان يعني يعني عشان زي توصيلة الزبط كده بالزبط كان ترى التوصيلة المؤتمر انه حلال ما فيش مشكلة المؤتمر ده كان سنة كم 69 ده 27 ابريل 69 في القاهرة لا ده كان بره مصر وكان يمكن الاهرام بعد صحف مخصوصا يغطي وكان فيه دكاترة اكتر دكاترة كانوا موجودين ده فاهمي ويدي فاهمي ويدي بالزبط كده وكان اكتر دكاترة موجودين كانوا من الصين لانه هم اللي كان عندهم تقدم في المسألة دي وعايزين يزقوا العالم في المنطقة دي والهند كانوا برضو بعتين علماء كتير عشان يقنعوا يعني علماء المسلمين بانه حللوها عشان الدنيا تتسهل يعني فالمؤتمر ده انا رأيي انه استغربت انه متعامكش مساعدها لدلوقتي بالقوة دي انه مؤتمرنا مستوى العالم دكاترة ميكونوا احنا عن بيشرحوا للمشايخ فالمسألة ماشية بشكل مطلع من سنين كتير وإحنا متخلين احنا لسا مش فادوا